مقطة أخرى بإلوآل انت أداة واسعة لدي ما بياعة كيف رح تدافع سلم المصري عنا اليوم خلينا نحضر هالفيديو تكبيس تكبيس يلا روح يلا يلا تكبيس وتشير كم تغدين على المشهد الله يلا تكبيس تكبيس وتشير يلا يلا شو 200 ألف دولار قاعدة في تيك توك أنا ماني قاعدة في تيك توك أنا مصلي أسبوع فاتحة عم بتسلى مع فانزاتي شو فانزاتي حبيبتي انت يايبا هاي من دار المسنين فاتحين بس من الصور يا حرام هاي اللي في الكومنت فتران اتكلم عن واحدة في الكومنت عندي انت أداة واسعة تعرضت لها بنت أختك النجمة دي مبيعة وأيضا النجمة هدى الشعراوي بسبب ظهورهم اللي شفني هلأ ببث مباشر على تيك توك شو ردك؟ أنا كله تيك توك ماني مقتنعة يعني فيه يعني هلأ ممكن واحد أنا بدالة ما بخوته يعني ما بعمل ما بعرف لايف وما بتعرف مين بيدخل على لايف أو مين بيكون أو ليه لاحط حالي بهيك يعني بهيك ظرف أو بهيك شي أنا والله ما بحبس يعني بمس بنجوميته للفنان اي يعني حلو الفناني يظل الناس تشتقلوا الناس تتابعوا تحب تشوفوا بالدراما تحب تشوفوا يعني أنا ما كتير يمكن أنا على السوشيال ميديا ممكن ما عندي أبدا شيء لايف أو يعني اطلاعه ما بحب أي شيء بحياتنا القاصة بس بتحسي أنه تيك توك بيقلل من قيمة الفناني ما يعني بصراحة هو صار دخل لك أغلب الناس يعني تركوا كل شيء في منهم تركوا أعمالهم وشغلهم وقعدوا على تيك توك بيعدوا على الشيء بس ليه ممثلين بدون يلجأوا لا تيك توك ما عندهم داخل كافي ممكن ممكن مع أنه دي ما عم تشتغل الدراما بتشتغل اي بس إيه حابة كانت تتسلم تتسلم ستسلم المصري كافيين بكتاب الشهرة الخاص فيك ووصلنا لفقرة الخيار إليك ولكن من بعد هالفاصل الإعلاني نكافيين معكم مشاهدين أكتب الشهرة الخاص بالنجمة سلمة المصري أهلا وسهلا فيك مرة جديدة هالفقرة اسم الخيار إليك رح أطرح عليكي مجموعة أسئلة كل سؤال بيريفق ثلاث خيارات فقط بدك تختاري جواب واحد أدها التحدي منشوف منشوف أول سؤال المسلسلة اللي بتندمي على المشاركة فيه الخيارات هني الحب كله الرابوس بكرة بيجي نيسان والله ولا واحد ولا واحد لا بدنا نختار الأقل نجاحاً بينتهم أيا كان الرابوس الرابوس ليه؟ لأنه كان متعب وشخصية يعني وما تسوأ بشكل صحيح وما تسوأ سؤال التالي المسلسل الأقرب لقلبك الطير أبناء القهر ما وراء الوجوه طير طير وأبناء القهر ليه؟ الطير كان عم يعالج موضوع الأطفال اللي بيوقفوا بالشوارع إما بيمسحوا سيارات وبتحاول هي إنه تتبناهن وتطلعوا من هذا الجو فهذا لقى متابعة من الناس يعني أنا مرة كنت ببيروت وماشي بالحمرة ما بتصدق شي خمس ست ولادي اللي لحقوني وهنا نقلولي عمتي عمتي خدينا لعنتك هل أدلق انتشار؟ اي قم بمحلة يناس أنه يلا يلا هلا حيبلش الطير منه بدي لحق ويشوفوه فكان قريب لقلبك هالعمر سؤال التالي منافسك اللدودة على أدوار البطولة بالماضي مهل مصري صباح الجزائري أم مونة واصف؟ لا أكيد مونة بدك تشيلها هي أنا بدي يعني بالعكس إنه نحن منحلم فيها يعني هي أيقونتنا بس المنافسة ممكن تكون أنا وصباح أنت وصباح وفادي الخطاب وفادي يعني إحنا كنا يعني ثلاثة أرمى هيك اللي كنا بالبدايات بس أنت كنت نجمة سوريا الأولى صح؟ بهذاك العصر؟ بالفترات وكان فيه سمرسامي كان فيه يعني فيه السؤال التالي الفناني اللي بتطالبي بعودتها إلى سوريا الخيارات هني أصالة يارا صبري أم كنت أعلوش؟ لثلاثة لثلاثة بس مين الأقرب لقلبك؟ لثلاثة هلأ اللي أقرب للي بيهي يارا يارا بتقليلها رجعي إلى سوريا ياريت بتواصلي مع اليوم؟ أم ما فيه تواصل؟ لا بتواصل مع عزيت يا بوفية الويلدي؟ طبعا ممثل سوري تنصحي أنه ياخد استراحة من الدراما المشتركة عابد فهد باس الخياط أم محمد الأحمد؟ باس الخياط؟ باس الخياط؟ باس الخياط؟ شكرا